الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيقول ربنا جلت قدرته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة ويقول ربنا جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة في هاتين الآيتين العظيمتين يبين لنا ربنا جلت قدرته أنه بدايةً خلق لنا من أنفسنا أزواجًا لنسكن إليها وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى مع هذه الأزواج مودةً ورحمة وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نقي أنفسنا وأن نقي أزواجنا وأن نقي أبناءنا النار بالأمر قو أنفسكم وأهليكم نارا فبين الله جلت قدرته أن الأزواج نعمة من عند الله وأن الأبناء نعمة من عند الله وشكر هذه النعمة يتطلب منا أن نؤدي ما علينا من واجبات تجاه هؤلاء الأزواج وتجاه هؤلاء الأبناء كما يأتي بيانه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والبيوت تقوم في الأساس ولا يكمل بنيانها لا يكمل البيت إلا إذا كانت تسوده المودة كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى والرحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة فإذا لم يكن في البيت المودة والرحمة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العظيم فالبيت ينقلب جحيماً على من كان فيه ثم ينقلب ذلك على الأبناء لأنه إذا لم يكن هناك مودة ورحمة إذا لم يكن هناك سكن وطمأنينة بين الزوجين فإن ذلك ينعكس بالسلب على الأبناء في تربيتهم إذا لم يسد الحب بين الزوجين كان ذلك له أثراً سيئاً على نفوس الأبناء لأمن المعاملة إذا لم تكن طيبة بين الأبوين لأمن المعاملة إذا لم تكن حسنة بين الأبوين كان ذلك له أثراً سلبياً على نفوس الأبناء ثم يأتي الأبناء بعد ذلك ويأتي منهم العقوق ويأتي الشروط من الأبناء نسأل الله أن يهدي أزواجنا وأن يهدي أبناءنا أجمعين كيف تسود المودة وكيف يسود الرحمة وكيف تأتي الطمأنينة إلى بيوتنا حتى يأتي ذلك بالأسر الإيجابي في تربيتنا لأبنائنا لأن البيت الذي به كم كبير من المشاكل هذا البيت لا أمان فيه ولا طمأنينة فيه ولا سكينة فيه ولا راحة فيه بين الأب وبين الزوج بين الآباء وبين الأبناء إذا لم يكن هناك المودة والرحمة بين الآباء والأبناء بين الرجل وبين زوجته بين الزوجة وبين أبنائها إذا لم يكن هناك هذه السكينة وتلك الرحمة تعم وتسود تلك البيوت فإن هذا بيت جحيم على من كان فيه نسأل الله السلامة والعافية والننظر إلى خير بيت على وجه الأرض إلى خير بيت منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها ومن عليها بيت النبوة بيت محمد صلى الله عليه وسلم ولنبدأ بأمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها قانت خديجة أمنا أم المؤمنين كانت امرأة ثرية كانت أغنى نساء مكة فكانت سيدة أعمال لها تجارتها ولها أموالها وعندها من يعملون لديها فهي سيدة أعمال امرأة غنية امرأة ثرية بل أثر امرأة بمكة كانت أمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها وقد تزوجت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أتت الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن الرسالة قد نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي تزوجت في بادي الأمر الرجل ليس بنبي وليس برسول وإنما هو رجل من عامة الناس ولكن التمست فيه الأخلاق الحسنة والصفات الطيبة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم ولكن انظر كيف تعاملت هذه المرأة التي قلنا عنها أنها سيدة أعمال امرأة لها مال امرأة غنية امرأة ثرية عندها من المال الكثير ولها أعمالها ولها تجارتها التي اتسعت في خارج مكة في بلاد الشام رضوان الله عليها تزوجت رضوان الله عليها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عندها ولد يسمى بهن ابن أبي هالة هو لزوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمت إليها ابنها هن فكان بداية معها في البي هن ثم هي أنجبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الذكور الطيب والقاسم وعبد الله ثلاث من الذكور وأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة من الإناث أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة رضوان الله عليهن جمعوات إذن هي عندها من الأبناء سبعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير النبي لديها ولد ثم ضمت إليها الزبير بن العوام هو ابن أخيها وهو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان الزبير بن العوام في بيت النبوة وأتت إليها بعد ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ضم إليه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ثم ضم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد ابن حارثة ونظر أمنا خديجة رضوان الله عليها عندها في بيتها وتحت كنفها وتقوم على تربية الزبير بن العوام زيد بن حارثة علي بن أبي طالب هند هند ابن أبي هالة عندها أبنائها أربعة من الإناث وثلاثة من الذكور مات منهم واحدا بعد الآخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم إذن عندها هذا الكم الكبير وعندها تجارتها ومع ذلك كانت رضوان الله عليها تقوم على عجينها بنفسها وكانت تقوم على طبيخها بنفسها كانت تعد الطعام للنبي ولأبنائه ولمن ضموهم بنفسها وكانت تحمل النوى على رأسها وتأتي بالطعام إلى النبي حتى يراها جبريل عليه السلام لما جاء الإسلام رآها جبريل عليه السلام فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه خديجة أقرئها مني السلام لما رآها جبريل قادمة على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها الطعام تحمله لنبي الله وتحمله لأبنائها وتحمله لمن ضمتهم في بيتها لكل هؤلاء ولا تستعين بخادم من أجل أن يخدمها وهي من هي فيراها جبريل عليه السلام فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه خديجة أقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلو لا نصب فيه ولا صخب يعني هذا البيت الذي هو في الجنة من لؤلو هي تعبت في الدنيا وتحملت في الدنيا فبشرها ببيت في الجنة من لؤلو لنصب فيه ولا ولا وصب ليس فيه تعب كما تعبت في الدنيا بل إنها ستستريح في الدنيا انظر لما قامت على بيتها لما قامت على تربية أبنائها من خرجتهم لنا خرجت لنا علي بن أبي طالب ثالث الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة خرجت لنا الزبير بن العوام حواري النبي الهمام صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من رمى بسيفه في سبيل الله وزوج أسماء بنت أبي بقر ذات النطاقين خرجت لنا زيد بن حارثة وله قصة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد مني أنا أحبه اللهم نأحبه كان يدعو لهم نبي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لنا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة كان منهم خديجة رضوان الله عليها وكان منهم فاطمة بنت رسول الله بنت خديجة رضوان الله عليها التي خرجتها خديجة رضوان الله عليها خرجت لنا أم كلثوم ورقية وزينب رضوان الله عليهم نجمعوات فقل لي بالله عليك أين بطون نساء المسلمين اليوم وما خرجوا لنا إن خديجة رضوان الله عليها خرجت لنا هؤلاء خرجت لنا زيد بن حارثة رضوان الله عليه الذي يأتي ذكره لما كانت في بيتها طرع بيتها تقوم على شأن بيتها وتقوم بالواجب المنوط ثم أتى الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أخلاق خديجة بسبب حسن آداب خديجة بسبب كمال خديجة أمنا رضوان الله عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رزقت حبها رزقت حبها وهي أيضا رزقت حب النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الحب انظر إلى الحب ماذا يصنع هذا الحب وكيف يخرج لنا أجيالا هذه الأجيال ترفع راية دين الله تبارك وتعالى هذه الأجيال تظل نتحدث عنها إلى أن يرسى الله الأرض وما ومن عليه وما ذلك إلا بالحب بالحب الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بالحب الذي كان من خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من خرجوا لنا من هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى وأما إن أتى الشجار وأما إن أتى الثب وإن أتى اللعن وإن ارتفعت الأصوات في البيوت ولم تسج المودة ولم تأتي تلك الرحمة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها إن عكس ذلك على الأبناء فأول شيء من أجل صلاح أبنائك من أجل أن تخرج أبناء عناصر نافعة عناصر صالحة في مجتمع مسلم لابد أن يسود الحب بين الزوجين لابد أن تسود المودة والطمأنينة بين الزوجين ثم بعد ذلك حب الآباء للأبناء لابد أن يكون هناك حب من الآباء للأبناء كيف؟ أحدثك عن ضمة الحب للأبناء أحدثك عن قبلة الحب للأبناء أحدثك عن لمسة الحب للأبناء أحدثك عن ديثار الحب للأبناء هذا حب عن لقمة الحب للأبناء عن العطف على الأبناء كل ذلك أحدثك عنه إن شاء الله وهذا سبب في صلاح الأبناء وهذا السبيل الصحيح من أجل تربية الأبناء أقول لك بداية لابد أن يكون في البيت تسوده المودة والرحمة والطمأنينة لابد للبيت أن يقوم على الحب بين الزوجين الحب المتبادل بين الزوجين يراه الأبناء بأعينهما لا يرى شجاراً في البيت لا يرى ارتفاع صوت في البيت لا يرى خلافاً بين الأب وبين الأم في البيت لا يرى غضباً شديداً لا يرى خصاماً في البيت كل ذلك ينعكث بصورة سلبية على الأبناء فهذه صورة تشمئز منها نفوس الأبناء وهذه صورة سلبية للأبناء وأما إذا ما ساد الحب وسادت المودة والطمأنينة والعطف بين الأبوين فهذا يأتي بصورة إيجابية على الأبناء ثم هذا الحب وتلك المشاعر الفياضة التي حملها الزوج لزوجته وهذه المشاعر التي حملتها المرأة لزوجها ينعكس كل ذلك في تربية الأبناء حباً للأبناء عطفاً على الأبناء وأضرب لك مثالاً في تربية الأبناء من ربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته رب الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد لم يكن ابناً للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان رقيقاً خرجت أمه يوماً من أجل أن تزور أخواله فهال عليهم وغار عليهم عدو وكانت أمه سودة بنت ثعلق غار عليهم العدو فسبى منهم من سبى وقتل من قتل واسترق من استرق وكان ممن أخذ رقيقاً زيد بن حارثة فظل يباع ويشترى ظل يباع من سوق إلى سوق يباع ويشترى عبد مملوك وكان عمره ثمانية عوام ظل يباع من سوق إلى سوق حتى أتى إلى سوق عقاس إلى سوق عقاس واشتراه ابن أخت ابن أخو خديجة رضوان الله عليها وكان ذلك قبل الإسلام ناخد اتصال هاتفي أم ملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً يا شيخ أم ملك يا أم ملك أي ولد بيهينك لما تزوجتيه كان بيصلي لأ خالص أنا موجودش عارف أن هو كده أنت ما كنتش تعرفي؟ لا ما كانش فيه خطوبة وشوفتين ما بيصليش؟ ما كانش فيه خطوبة وعرفت أنه ما بيصليش؟ لأ أول كان من برسعيد وأنا من بلد تانية فقلت له أنت بتدخن؟ قال لي قال لي السجارة عادية تلقيت وتلبشة بكل نوع المخدرات وضربوا وزلوا وأهانة ومش عايز أكمل معاه فالنصحة وبرضو ابنه بيتفحني الدم على سدري وكنت والدة من سبت شهر يضربني معاتي منه أولاد يا أم ملك؟ معاتي منه أولاد؟ ثلاثة معاتي ثلاث أولاد؟ أيوة طيب شكراً يا أم ملك أجاوب حضرتك الأختي السائلة أم ملك يعني تكاد تكون هذه الصورة صورة متكررة في المجتمع اللي احنا بنحيا فيه الحقيقة ان احنا بنتسبب في هذا انا لا اوجه اللوم على اختنا أم ملك ولكن انا بنوجه نصحة قبل ما نجاوب أم ملك هي تعمل ايه؟ احنا لم نلتزن بديننا احنا لم نلتزن بشرعنا كل إنسان إلا من رحم لو أتاه صاحب الدين وصاحب المال لابد أن يزوج ابنته لصاحب المال ولا يلتفت إلى الدين قالوا صاحب دين وصاحب مال قالوا دا عنده دين وده ما عندهش دين بس عنده مال يقولك إن شاء الله ربنا يهديه القلوب بيد الله ربنا يهديه إن شاء الله وصاحب الدين ذا قيمة له لا نسأل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نحن يأتين مال لا نرتضي دينه ولا نرتضي خلقه ونزوجه لأننا نرتضينا ماله نرتضي منصبه نرتضي جاهه نرتضي سلطانه فنجعل الدين نجعل الدين بمن أبعيد ثم بعد الزواج يأتي الصراخ ويأتي العوي ما قيمة مال لرجل يسب الدين لامرأته ما قيمة ماله وما قيمة جماله إذا كان لا يحسن المعاملة لامرأته ما قيمة إذا كان لا يصلي ولا يأمر امرأته بالصلاة ولا أبناؤه بالصلاة ما قيمته إذا كان لا يقي نفسه ولا يقي أبناءه ولا يقي امرأته من النار بل هو من يصنع المرأة من أجل أن يقدمها طعمة للنار بل هو من يصنع أبناءه من أجل أن يجعلهم طعمة فيقدمهم للنار ثم بعد ذلك نحن نشتك معنا اتصال هاتفي ونجاوب اختنا أم ملك أم إسلام فالحاصل إن المشكلة عندنا إحنا إحنا لم نلتزم بتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منك أن تزوج ابنتك إلا لصاحب الدين لم ينظر لصاحب المال وهذا ما يأتي بيانه بأمر زيد بن حارسة اللي إحنا بدأنا فيه نتكلم عنه زيد بن حارسة الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نلتزم بتعاليم ديننا فالحاصل أختنا أم ملك الزوج ياسب الدين نقول له نحسن الظن بالزوج وهو رجل جاهل لا يقصد دين الله لأنه لو قصد دين الله خرج من ملة الإسلام لو قصد دين الله خرج من ملة الإسلام وهذه مشكلة كبيرة في المجتمع الناس يسبون الدين هل أنت لم تجد أقل شيء دائماً وأبداً للإنسان أنا أسب إنسان مثلاً أعزكم الله بالحمار أنا أسبه بالحمار لأني أحتقره هذا حيوان محتقر أسبه أعذكم الله بالكلب لأن الكلب حيوان يحتقر إذن أنا لما أسب إنسان بشيء أسبه بما أحتقره أنت عندما تسب بالدين هل أنت تحتقر الدين حتى تسب به حتى تلعم به لو كنت تقصد تحتقر دين الله تبارك وتعالى لو كنت تقصد إهانة دين الله تبارك وتعالى فالذي يسب الدين يخرج من ملة الإسلام جملة واحدة وقولاً واحداً ولكن نحن نحسن الضم ونقود هو لا يقصد أن يسب دين الله تبارك وتعالى فهو جاهل جاهل نعذره بجاهله ويستتاب إن شاء الله تبارك وتعالى فنقول لأختنا أم ملة اصبر على أذاه كما صبر كما صبر امرأة فرعون على أذاه فرعون كما صبرت آسيا امرأة فرعون على أذاه فرعون حتى كانت من سيدة نساء أهل الجنة وهي من الأربع الذين كملوا في دين الله تبارك وتعالى آسيا امرأة فرعون لا رحم الله فيه مغرز إبرة لما؟ لأنها صبرت على أذاه فأي ما امرأة أي امرأة تصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة تصبر على أذاه زوجها يقال لها يوم القيامة أمامها أبواب الجنة كلها يقال لها ادخلي من أبواب الجنة أيها شئتي ونخرج فاصل قصير ونعود إليكم مرة ثانية السلام عليكم وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد طيب ناخد اتصال هاتفي الأخت أم إسلام من أسيوت هاي على السلام عليكم وعليكم السلام حمد الله وبركاته أنا يا سيدنا الشيخ أنا كان معي جواز توفى الله يرحمه يا أم إسلام يا أم إسلام اطفل تلفزيون أوطيه وعليلي صوتك شوية صوتك شوية ودلوقت يا سيدنا الشيخ كان اتوفى وساب لي ثلاثة عيالي أكبر واحد فيهم من نابسي تثنين كان عندي ست سنين كان عندي ست سنين وهو توفى أكبر واحد في عيالي فجاء تسيل في الكابيت أنا أخد قلت ماشي موفق أنا أتجوز وأعيش مع عيالي حتى لو في حكي عادي رجي كبس عندو طينا جوعد وغجوزي ول usable إيه؟ جاء لم تلهمش لم تلهمش؟ من رأس من أبوهم؟ بسيتهم يعني مات قبلوهم لأس أبوهم مات قبل سيتهم أبوهم مات قبل سيتهم أبوهم نات قبل سيتهم أه حضر يا أمو إسلام أجاوب شكرا أمو إسلام السؤال بتاع أختنا الأخت أمو إسلام هو منتشر جدا إذا مات إذا مات الأب الأب في حياة الجد إذا مات الأب في حياة الجد هل الأبناء يريثوا من الأب ولا ما يريثوش طيب طبعا مع وجود الأعمام شرعا شرعا لا لا ميراث له ما فيش نصيب محدد في الشرع بيقول إن هم ليهم كذا يعني مش هيحلوا محل أبوهم ده من ناحية الشرع وشرعا لهم الآتي الله تبارك وتعالى بيقول وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامنة والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا إذا هم مالهمش نصيب محدد أنا هجاوب أختنا أم إسلام شرعا وقانونا لأن هذه المسألة فيها خلاف ما بين الشرع وما بين القانون فالشرع بيقول إن الأب مات في حياة الجد والذي يرس هو الإبن والإبن مات وهناك من هم أقرب أقرب درجة أقرب وهم الأعمام هم أقرب من أبناء الإبن فهم من يارسوا ولكن ليهم إيه شرعا ليهم بدون تحديد للنصيب إيه هو الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم وإذا حضر القسمة أولو القربة هم من أولو القرب واليتامة هم من اليتامة فحضر هنا أولو القربة اللي هم أبناء الإبن وحضر اليتامة اللي هم برضو أبنائك يا أم إسلام فارزقوهم منه والله لم يحدد لهم نصيبة معينا وتركها للأعمام فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا هذا شرعا وأما قانونا فالله في عندنا حاجة اسمها الوصية الوجبة في القانون بيحل الأبناء محل الأب بياخدوا بما لا يزيد عن التل يعني لو كان الجد ترك ابن وابن ميت فهم اتنين فداله النص وداله النص لأ نقول القانون يدي أبناء الإب فيما لا يزيد عن التل يعني لو كان نصيب أبوهم النص ياخدوا التل لو كان نصيب أبوهم الربع ياخدوا الربع لو كان نصيب التل ياخدوا التل لو كان نصيب التم ياخدوا التم المهم أنه ما يزيدوش عن التل فهديت بتسمى بالوصية الوجبة بيرس قانونا ولكن كان ينبغي على الجد قبل الوفاة أن ينصي لأبناء أبنائه وهذه الوصية أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعود إلى حديثنا مرة ثانية عن حب الآباء للأبناء وأثره في تربية الأبناء الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد بن حارسة زيد بن حارسة خرجت أمه سويدة بنت فعلبة وعمره ثمانية عوام ناخد اتصال تانية سيد زودة السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته يا شيخ ما نش عندي سؤال حضرتك مازوزي ومعايا وتمام كل حاجة والحبني والعلاقة ما بينا كيف أتحمد الله بس يا شيخ حليل هو دائما يعني يعني استغفى الله العظيم بيعمل العادة الصغيرة رغم أنه مش مقصر ما تحاجة خالص وفي نفس الوقت هو بيصلي وكل حاجة لما يقول له حرام مقدد ويقول لي عشان هو المبفوضي احنا الأيام دي مبلعين احنا ما نقود مع بعض عشان الخلصة والكلام بس بيقول لي بتاعي يقول لي زوجة اللي يدين أعذار غلق يعني مش صح مش بيجيب لي دلم القرآن أو أي حاجة وأنا مش عارف المتصرف معه هزا حاضر حاضر بس يا أختي الأختي السائلة هذا الزوج يعني للأسف إن العادة السرية إذا اعتادها الإنسان قبل الزواج قد تكون بالنسبة له إدمانا فيتعود عليها ولا يستمتع بمرأته وإنما يستمتع بيده نسأل الله السلامة والعافية وهذه العادة تصبح إدمانا والأصل في هذا الزوج أن يتوب إلى الله رقم واحد رقم اثنين يعرض نفسه على طبيب نفسي لأن أمثال هذه الأمور الزوج محتاج أنه يعرض تعرض على طبيب نفسه بمسألة نفسية ولا متعة فيها مع وجود الزوجة لو كان قبل الزوجة وهو حرام لا يجوز قبل الزوجة حرام لا يجوز فما ظنك وأنت معك امرأتك فهذه أشد حرمة والله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الزوج قال والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك من ابتغى غير الزوجة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يعني أنت آسم بفعلك هذا ومعاقب ومحاسب أمام الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يسطر عليك دنيا وآخرة نعود إلى حديثنا عن نبينا محمد صلى الله ضحيب معنا اتصال هاتفي ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي أزيك يا شيخ الله يبارك في حضرتك ونبارك فيك ويفتح عليك والله الله يحفظك فضلي سؤال أنا مليش في الحاجات دي طب سؤال بس آآ ربنا يرزقنا حبه حبنا بي وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه يا رب الله أمين يا رب طب سؤال حضرتك وأستاذة بس خصوص الأنشيد اللي فيها موسيقى يعني نعم الأنشيد اللي فيها موسيقى الأنشيد اللي فيها موسيقى آه مالها يعني غالية جزء للإنسان يعني يسمحها زي هنا كده يعني يسمحها يعني ولا فيها يعني مش حروم وحاجة زي كده يعني طيب حاضر شكرا أجواب حضرتك في كلمة واحدة الأنشيد اللي فيها موسيقى فيها خلاف بين العلماء والقول الراجح أنها لا تجوز فيها خلاف بين العلماء والقول الراجح أنها لا تجوز أنا هاعتزر عن الاتصالات علشان ضئي الوقت فاعتزر لكل الإخوة المتصلين علشان يعني تقريبا يعني أنا ما بنعرفش فاعتزر للإعداد عن الاتصالات ما دخلش اتصالات مرة دلوقتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من رب زيد بن حارثة زيد بن حارثة ظل يباع من سوق إلى سوق ظل يباع من سوق إلى سوق هو في الأصل لم يكن عبا وإنما هو ابن حارثة سيد قومه عدا قوم على أمه فخطفوا الولد وظل يباع وظل يباع ويشترى من سوق إلى سوق حتى أتى إلى سوق عقاز فاشتراه حكيم ابن حزام ابن خويلد حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أخو السيدة خديجة رضوان الله عليها وكان ذلك قبل زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة بقليل فلما اشترته لما ذهبت السيدة خديجة إلى حكيم ابن حزام ابن أخيها من أجل أن تزوره ويعمته قال لها يا عم كان عنده غلمان كثر عبيد قال لها يا عم تخيّري أي طفل هو لك هدية فأعجبها زيد بن حارثة فأخذته أنظر إلى إعداد الله تبارك وتعالى وصيانة الله تبارك وتعالى حكي زيد بن حارثة خطف وظل يباع من سوق إلى سوق حتى اشتراه ابن أخي السيدة خديجة ثم ذهبت السيدة خديجة من أجل أن تزوره فأخذته السيدة خديجة ثم تزوجت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت السيدة خديجة زيد وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندي غلمان اختر أيهم لك فهو لك هدية للرسول صلى الله عليه وسلم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كل ذلك قبل الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتت إليه الرسالة ظل حارسه وكان شاعرا فحلا ظل يبحث عن ابنه وكان الإعلام في عصره الشعر وكيف ظل يرسو ابنه ويبحث عن ابنه بالشعر في كل مكان ولم ييأس من أن يستدل على ولده حتى جاء قوم من بلده إلى قريش إلى مكة فرأوا زيد ابن حارسه يلعب فعرفوه فعادوا مسرعين إلى زيد فماذا صنع حارسه والد زيد باع أرضه وباع باره وأتى بكل ما يملك أتى بكل ما يملك وكان سريا وجاء بأخيه وجاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وجاءوا إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له إيه؟ يا محمد أنتم جوار البيت وأنتم من تكرمون الضيف وأنتم من تفكون الأسير وأنتم وأنتم وقد جئناك في ابن لنا عندك فلو أقرمتنا وقبلت فداءه بما تريد من مال أطلب المال اللي إم تعاوزه في مقابل إن إمتى تطرق زيد ولدي فيصير حر لوجه الله كل ما تطلبه من مال نعطيك إياه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ هل خير من ذلك؟ طبعا أنا عندي اقتراح تاني أحسن من كده قالوا له أول قال لهم أنا أدعو زيد وأخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم من غير مال خدوا وامشوا مش عاوس مال وإن اختارني فما أنا بالذي يتخلى عن من يختارني قالوا له والله لقد أنصف وجئت بما يزيد على الإنصف فاستدعى النبي زيد بن حارسة جهزي قال له يا زيد أتعرفهما؟ قال له أعرفهم قال له من؟ قال له هذا أبي وهذا عمي ده أبويه وده عمي قال له أنت تعرفني؟ قال له أنا أعرفك قال له اختر يا زيد انظر كيف تصنع التربية؟ كيف يصنع الحب بالأبناء؟ قال له انظر يا زيد اختر إما أن تذهب مع أبيك وعمك أو تظل معي بدون تردد من زيد بن حارسة وهو طفل صغير بدون تردد قال للنبي إيه؟ ولم تكن النبوة قد أتت عليه ما أنا بالذي يختار عليك أحد اختار أبويا مين؟ وعمي مين؟ مش أنت اللي أختار عليك حد محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي أختار عليك أحد فرد عليه أبو قال له إيه باه؟ يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ يعني انت تختار ان انت تبقى عاب وما تبقاش حر أتختار الفقر على الغنى؟ فرد عليه زيد قال له إيه؟ قال لي لأبو إيه باه؟ قال له والله يا أبت لقد رأيت في هذا الرجل ما يعوضني عن كل ذلك أنا شفت في محمد ما عوضني عن حنان أبي وعن حنان أمي وعن الحب وعن المال وعن حتى عن الحرية فأنا أختار أن أكون عب عند محمد أفضل من أن أكون سيد عنده فماذا صنع النبي؟ لما النبي رأى عمل كده ألن أتركه؟ فأخذ بيد زيد وذهب إلى الكعبة وقال يا أهل مكة اشهدوا زيد ابني يرثني وأرثه انظر إلى الحب ماذا صنع بالابن؟ كيف صنع الحب بزيد ابن حارثة؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم له جعل زيد ابن حارثة يختار العبودية على الحرية ويختار الفقر مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن الغنى مع أبيه فضلاً عن أن يكون سيداً خليفةً لأن أبوه كان سيد قومه فضلاً عن أن يخلف أبوه في السيادة يختار أن يكون عبداً رقيقاً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل به كل ذلك؟ الذي فعل ذلك هو الحب الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زيد حبي يحبني وأحبه اللهم أحبه كما أني أحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لزيد فالحب الآباء للأبناء أكبر أثر في صلاح وفي علاق وفي تربية الأبناء أن يكون الحب من الأبناء من الآباء للأبناء وعندنا حب حب بالقبلة الحب باللقمة الحب باللمسة الحب بالشعار الحب بالدثار الحب بالابتسامة كل ذلك بيّنه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعامل به أبناءك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن وأسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارسة كان يقبلهما ويضع أسامة على يمينه والحسن على فخذه الأيصر ويقول اللهم إني أحبهما اللهم إنهما ريحانا من الجم أسامة بن زيد بن حارسة يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له وكان يقبلهما فأتى الأقرع وذي رواية جاء رجل من الأعراب فقال أنتم تقبلون صبيانكم أنتم بتقبلوا الصبيان يعني أنتم بتقبلوا الأطفال عندكم قالوا نعم قالوا والله إنا لا نقبل ولما رأى الأقرع بن حابس النبي يقبل الحسين قالوا والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع من لا يرحم لا يرحم وقال للأعرابي الذي قال والله إنا لا نقبل صبياننا قال له النبي وما أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ماذا يصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ويقول للأقرع بن حابس من لا يرحم لا يرحم النقمة تضعها حب في فم ولدك كما تضعها تدينا وعبادة تتقرب بها إلى الله في 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 فم إمرأتك وفي فم ولدك لك بها أجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة يضعها الرجل في في مرأته له بها أجر فعندما عندما تضع اللقمة في 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 ثم ابنك في ثم امرأتك لك بها أجر عند الله تبارك وتعالى عندما تضم ولدك عندما تبتسم في وجه ولدك وتقول له يا ولدي أنا أحبك هذه هي التربية يخرج ولدك لا أن يكون البيت شجارا لا أن يكون البيت فيه سب ولعن وقذف بين الآباء والأمهات بين الآباء وبين الأبنات هذا كله لا يرتضيه الله تبارك وتعالى ويرتضيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى الذي بما تقدست أسماؤه أن يبارك لنا في أبنائنا وأن يصلح أبنائنا وبناتنا وأن يهدي أزواجنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وعلى كل شيء قدير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته